تنديداً بسياسات التهميش والإقصاء خرج أبناء عدد من المحافظات العراقية قبل ست سنين في تظاهرات واحتجاجات سلمية مطالبين بإصلاح العملية السياسية والعدالة الاجتماعية والإفراج عن المعتقلين من الرجال والنساء وإلغاء قانون الإرهاب الذي صار حجة قانونية استغلتها الأطراف الحكومية للتنكيل بأبناء الشعب نور المالكي الذي كان رئيساً للوزراء حينئذ صم أذنيه عن مطالب المتظاهرين السلميين فلم يستجب لمطالبهم وإنما اعتبر تلك التظاهرات فقاعة سرعان ما ستتلاشى وينتهي أثرها الأمر الذي فاقم الأزمة حيث توسعت التظاهرات وتحولت إلى اعتصامات سلمية في محافظات الأنبار وديالا وصلاح الدين والتأمين وأعلن المعتصمون رفضهم السياسة الطائفية لحكومة المالكي ومع تصاعد وطيرة الاحتجاجات هدد المالكي بفضل اعتصامات بالقوة واصفاً ساحات الاعتصام السلمي بساحات الفتنة واتهم المشاركين فيها بالتخريب ومحاولة إسقاط ما وصفها بالتجربة الديمقراطية في العراق هذه فقاعة ستنتهي ونحن نقول لهم انتهوا قبل أن تنهوا بإرادة الحكومة انهوا قضيتكم أوصلت صوتكم أسمعتم ما تريدون إسماء كافي بعد تهديدات المالكي بدأ أنها لم ترهب المعتصمين ولا المتعاطفين معهم فقدم المتضامنون من الناشطين وشيوخ العشائر إلى ساحات الاعتصام من محافظات جنوبي ووسط وشمالي العراق ولم يتوقف المالكي عند الرفض الحكومي لمطالب المعتصمين السلميين بل تعد ذلك إلى ارتكاب عدد من المجازر حين اعتمد سياسة القمع الأمني إزاء الاحتجاجات فتحركت القوات الأمنية لفضل اعتصامات بالقوة وقتل ستة معتصمين في أولى المجازر في مدينة الفلوجة ثم اقتحمت القوات الحكومية ساحة الاعتصام في الحويجة وقتلت 52 معتصما وجراحت أكثر من 150 كما قتلت 42 معتصما وأصابت العشرات في جامع سارية بمحافظة ديالة وبعد نحو خمس سنوات على مجازر المالكي ضد المعتصمين يخرج العراقيون هذه المرة في محافظات الجنوب مطالبين بإسقاط العملية السياسية التي ثبت لكل ذي نظر عوارها وطائفيتها بل إن كثيرا من المشاركين فيها اعترفوا بذلك فهل الآن للعراقيين طي صفحة الاحتلال وحكوماته وبدء مرحلة جديدة يحكم فيها العراقيون كل العراقيين أنفسهم إيران بره بره بغداد تفتح الرهي إيران بره بره بغداد تفتح الرهي